زي ما بقول لكم هذا الهاشتاج له معنى ان احنا بنتلقه مع حضراتكم وزي ما بقول لحضراتكم كمان هو طبعا من ضمن الحاجات اللي مدايقاهم او من زعلة تميم كان رايح يفرد بقى عضلاته لانه بدأوا يعملوا تسريبات من امبارح على قناة الالرهاب بتاعتهم انه السيد الرئيس عفتاح السيسي لن يشارك في هذه القمة ومعرفش عارفه منين ده الرئيس من ثلاث شهور قالي ان انا رايح القمة العربية لما تلقى دعوة قالي ان انا رايح وهو شارك ولما جات الدعوة والتقى كمان الرئيس السيبسي فيه شرم الشيخ ان انا سأشارك في القمة لكن طلعوا مبارح تصرحات وكذا وانه الرئيس عفتاح السيسي مش هيشارك ومصر مش مشاركة وقعد يفتو بقى ويقول لك وشوفتو مصر طيب والرئيس اذن الرئيس يفاجئ يفاجئ تميم واعلام تميم والدنيا كلها الرئيس موجود في تونس مبكرا ساعة تسعة ونص عشر صباحا يصل الى مطار قرطاج واستقبال كبير لالرئيس عفتاح السيسي ثم من المطار الى المؤتمر القمة العربية يلقي كلمة مصر يترأس وفد مصر عدة ساعات اربع ساعات زيارة تونس ويعود السيد الرئيس منذ قليل بسلامة الله الى ارض الوطن الحمد لله على السلام يا سيد الرئيس يعود السقر الى ارض الوطن وزيان بقول لحظاكم ده لحظة وصول السيد الرئيس الى تونس طبعا ولكن زيان بقول لحظاكم رجع قبل قليل السيد الرئيس والوفد المرافق للأسجاداتي بعد المشاركة والقاء كلمة مصر في هذه القمة والكلمة اللي هي كلمة حاكمة كلمة بتتحدث عن ازاي نحل القضايا العربية وزيان بنقول كده ممكن تقول عليها خريطة للمستقبل الامة العربية حدتها السيد الرئيس ولما هنتكلم ونشوف الكلمة بعد شوية ولكن كان اللافت النظر النهاردة الرئيس الباجي قايد السبسي لما قدم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيه سابقة لم تحدث ما حصلتش قبل كده ولا في هذه القمة كمان وعن كل الرؤساء والزعماء والملوك اللي بيقدمهم الرئيس السبسي عشان يلقوا كلمات يقدم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحية للشعب المصري العظيم ولال عليها الشعب الأبي الشعب الأبي وطبعا ببيت شعر لحافظ إبراهيم